موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن ابو مالح من اندرويد هاز اليوم راح نتكلم عن جهازنا اللي هو كيندل فاير من امازون الجهاز ابرج ما يميز وافضل ما فيه سعره المغري ١٩٩ دولار تقريبا ٩٠٠ ريال سعودي فقط لجهاز لوحي جدا وممتاز ورائع مساحة التخزينية الداخلية ٨ جيجا فقط ما فيه مساحة خارجية أبدا سمك وتقريبا ضعف سمك الجالكسي تاب والجهاز ٧ إنش من الأعلى موجود مكبرات الصوت ومن الأسفل موجود منفذ الشاحن وزر التشغيل زر التشغيل وزوده بالأسفل سبب لي مشكلة كبيرة اللي هي إنك مجرد إنك تضعه بالشكل الطولي راح تطلع لك النافذة أو الشاشة اللي راح تقول لك تبي طف الجهاز ورح يطلعه على طوبح ثلاث ثماني جدا مزعجة لو حطهه في مكان ثاني كانت بالنسبة لي راح تطلعه النظام التشغيل اللي هو اندرويد ٢٣ جونجل بريد نظام التشغيل اللي هو اندرويد بسمه راح يبين معاك إنه غيرته امازون كليا القائمة العلوية ما يمديك تغيرها هي آخر التطبيقات أو الشغلات اللي كنت تتصفحها اللي أسفل اللي هي مفضلة وتقدر تغيرها بطبيعة الحال في الأعلى موجود اللي هي التنبيهات زي موجودة في كل أجهزة الاندرويد وفي الجهاز الثاني برضه موجودة قائمة إعدادات للواي فاي والوضوح والصوت وإعدادات أخرى مثل المزامنة النظام ما فيه متجر اندرويد اللي تقريبا فيه نصف مليون تطبيق فيه متجر خاص بأمازون يقولون إنه زاد عن عشرة آلاف تطبيق أبرز بمشاكل إنه ما فيه برامز جوجل نهائيا وفيه تطبيقات أخرى راح نتكلم عنها ومشاكل وجود هذا المتجر الجهاز تقريبا من أمازون يعتبر الكتاب فهم وجهان العملة واحدة الجهاز والكتب الأبدعات في الكتب الكتب عندها إمكانية وعندها كتب كبيرة وكثيرة وتقدر تغير الخط وتصغر الخط وتغير نوع الخط برضه تغير تغير الخلفية أبيض إلى أسود حسب اللي يريع عينك طبعا ما فيه زوم إن ولا زوم آت فيه التحديد وفيه اللي تسوي الهايلايت وكابي وناس خلاصقوا فيه إمكانيات حلوة ويعتبر ممتازة لكن بالنسبة للجهاز إذا كنت تقرأ أو تبحث أو تكتب باللغة العربية وتبي كتب باللغة العربية الجهاز للأسف ما يدعم اللغة العربية بتاعتا فقط حروف مقطعة النظام التشغيل اللي هو أمازون سريع جدا ممتاز سريع لكن التطبيقات مشاكلها مثلا الفيسبوك ما فيه تطبيق فيسبوك هو مجرد اختصار يوديك على الموقع حق فيسبوك اللي هو حق الأجهزة الجوالة نفس الكلام من تويتر ومن المشاكل إنه سريع جدا إلى درجة أنك ما يمديك تلحق وين التطبيق أنا وغاد تويتر لاحظ إنه ما جبته من أول مرة ونفس الكلام رح يوديك على الموقع الخاص بتويتر بالنسبة للمزايا في الجهاز اللي هي أمازون موفي اللي هي أفلام أمازون ممتازة ورائعة لكنها فقط لأمريكا فيها مجموع من الأفلام مجانا شاشة وضوحة عالي دقتها صافية جدا ممتازة لكن في مشكلة إنه الجهاز ما فيه زر أزرار تحكم بالصوت فعلية في الجهاز ولكن كلها ضمن النظام فالآن موجودة في الأفلام حق أمازون بالأعلى بهالمكان لكن لو شفنا وين تكون مثلا في تطبيق آخر مثلا الموسيقى رح نلقاها بالأسفل وبهالشكل وتغير علي يعني وروح تطبيق آخر اللي يقولنا تفلكس تطبيق للأفلام خاص بأمريكا وبعض الدول نفس الكلام بس إنه هالمرة جلست أدور على وين أتحكم بالصوت خمس دقائق تقريبا بعدين لقيته إنه في الأعلى في قائمة التنبيهات تسحبه ورح ينزل معك القائمة ورح يتوقف الفيلم علشان ترخي الصوت أو ترفع الصوت طبعا بالنسبة لي هذه مزعجة فأنا إذا أعرف الصوت أرجع وزود الصوت أو نقصه ورجع شغل الموفي من البداية ونشوف وهلو ما جره المتصفح المتصفح خاص بأمازون يقولون إنه سريع جدا ما لاحط أي سرعة زي ما قالوا لكنه ممتاز ما في مشاكل بعض المرات فيه تعليقات لكنه ممتاز إلى حد ما الكيبورد ولغة العرض ما في إلا اللغة الإنجليزية فقط ما يمديك تغير الكيبورد أقديم من هالنواحي فما يمديك إلا أنك تأخذ صلاحية الروت هذا هو الجهاز في بعض التعليقات بعض الأخطاء اللي هي تعتبر كلها بالنظام أمازون أتوقع أن تقدر تعدله بعد تحديثات مع إضافات في المستقبل لأنه كلها عن النظام وممكن مع النسخة الثانية من كندل هذا هو الجهاز هذه مراجعتنا تقدر تتابع تقارير وأخبار عن أمازون وعن كندل دوماً وأبداً على أندرويدهاز.com شكراً لكم اشتركوا في القناة